بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين أبونا بشوي كامل القديس الجميل اللي احنا شفناه وبث روح جديدة في كانيس اسكندرية كلها إلى أجيال كثيرة حتى اليوم أبونا بشوي أنا فاكر وأنا صغير قبل ما شوفه ماما كانت تقولي عنه أبونا بشوي اللي شاف المسيح كان دايما توصفه كده أبونا بشوي لما تحكي عنه أبونا بشوي اللي شاف المسيح كان في قصة متدولة عنه أنه هو قبل المسيح وشافه لكن هو مش بس كده هو كان بيوشع بصورة المسيح وكان شفاف مليان كده بحب ربنا ومشرق بنور المسيح الحقيقة أنا فاكر أول مرة شفته كنت صغير في نص السبعينات وكان جاي نهضة في كنيسة العدرة سموحة سنة 75 في نهضة العدرة كان بعد ما دخل بعد ما جهت كنيسة ما دخلش على طول وقف مع واحدة ستة غلبانة في عرصيف برة وعطاها اهتمام وانا حتى استغربت قلت أبونا بشوي المشهور ده يعني بيواقف مع واحدة ستة يعني بسيطة كده وبعد كده دخلوا الكنيسة كانت مليانة وعمل العشية والعزة لكن طبعا أنا شفته وعيشت معايا ممكن سنة وانا في سنوي وغير كده طبعا العزات بتاعته والكلمات الحلوة بتاعته وروح الصلاة اللي هو كان عايش بيها وبيخلط كل حاجة بالصلاة حابب أتكلم في أربع حاجات عن الخشوعه خشوعه في الصلاة وعن حبه للإنجيل وعن انشغاله بالكنيسة وعن أبوته أول حاجة الخشوع في الصلاة دي أول حاجة ممكن أي إنسان يلاحظها أولا كان يدخل العشية أو الاجتماع في المعاد بالزبط ويفتح الستر بالزبط وفي المعاد متأخرش وعلى طول يبسط إيديه كده على مثال الصليب ويصلي وصعب إن الإنسان يسرح في أي صلاة بيصليها أبونا بشوي أداس أو عشية صعب لأنه بيصلي كل كلمة بقلبه ومركز جدا بكل حرارة كل كلمة بيتفاعل معه كل كلمة بيطلحها من قلبه فكان بيخلينا كلنا قلبنا يترفع معاه منساش مرة بعد إن يحتوك كم سنة كان أحد الناس في الكنيسة يعني مهتم باللغة العربية جدا فكان في أحد الأباء بيصلي وبيغلط في التشكيل فالشخص ده رجل كبير يعني فبيشتكيلي بيقول لي يعني إيه ده إزاي يعني التشكيل يبقى كده دي كلمة مجرورة إزاي تحط عليها ضمة فأنا قلت له طيب ما أبونا بشوي كان أحيانا يغلط في التشكيل قال لي أبونا بشوي إيه أبونا بشوي ده كان بيرفعنا للسما إحنا كنا داريانين التشكيل ولا غير التشكيل ده كان بيخلينا كده يرفعنا معاه للسما ما كناش بنفكر في التشكيل فقد إيه كان عنده خشوع في الصلاة ورهبة وفي نفس الوقت بيتمتع بكل كلمة بتطلع من جوه قلبه فبيرفع الكنيسة كلها معاه للسما تاني حاجة بسرعة حبه للإنجيل اللي كان يفوق التصور يحب الإنجيل بشكل مرة في وعزة بيقول ده الإنجيلة بوجنيدة كان الكلام ده في السبعينات يعني الإنجيلة بوجنيدة ده كنز مش عايز تبقى مليونير مش عايز تبقى مليونير وقتها يعني الملايين دي كانت حاجة يعني اتكد تكون مستحيلة في ذلك العصر مش عايز تبقى مليونير للإنجيلة بوجنيدة لو انت شبعت منه وفرحت بيه واتغزيت بيه هتبقى غني هتبقى غني القديسين كانوا أغنيه عشان حبوا الإنجيل فتبقى غني وتغني الكنيسة كمان فهو كمان اتغنى بالإنجيل وأغنى الكنيسة كان له خلوات يومية مع الإنجيل وطبعا عارفين كان يقضي خلوات كتير كان محب للخلوة يروح أسبوع في دير أمبابشو يروح أسبوع في دير السوريان ماريمينة يروح المدافن مرة واثنين في الأسبوع يعود يقرى الإنجيل لوحده 3-4 ساعات الصبح أو يروح كان عند أصدقاء لي صديق لي في رشيد دكتور سنان كان يروح يقعد عنده 3-4 أيام يستخبى هناك يقرى الإنجيل ويصلي كان يحب ياخد خلوات وكان يلقط الوقت بتاع اليوم دايما الإنجيل بتاعه مفتوح لو عنده ربع ساعة لو عنده خمس دايق يفتح الإنجيل ويتكلم مع ربنا وياخد آية ويفكر فيها ويصلي بها برضو كان يفهم الإنجيل من خلال قراءات الكنيسة يعني أنا فاكر آخر مؤتمر اتعمل في عهد أبونا بشوي يعني سنة 78 آخر مؤتمر سيدنا البابا شنودة كان بيعمل مؤتمرات للخدمة اتعملت من 75 ل 79 على التوالي 75 و 76 و 77 و 78 و 79 خمس مرات وكان بيتجمع خدام من كل أنحاء مصر وكان بيشرف على المؤتمرات دي وتنظيمها نيفت أنبابي من الله هنا يحروح وأسقف ملاوي فأبونا بشوي اتكلم في سنة 78 كان المؤتمر عن الكتاب المقدس فعطولوا موضوع الكتاب المقدس وتقوص الكنيسة فكان بيشرح إزاي أن الدورة الكنيسية مرتبطة بالإنجيل وبنفهم معاني الإنجيل ومعاني الأحداث بتاعته من خلال الترتيب بتاع القراءات والاختيارات للنصوص كل يوم للنصوص دي محدوطة جنب بعضها علشان في خطوط معينة الكنيسة عايزة توريها فكان يحب أول إنجيل ويتلاقيه عايش هو لما بيتكلم عن مناسبة أو عن حاجة في الإنجيل تلاقيه هو عايشها مش مجرد بيعمل دراسة وبيشرحها فتحسوا الإنجيل كان مالي عليه فكره وعايشه في حياته وبيحاول ينقله باستمرار برضو في الأواخر لما كان ببقاش قادر يقرأ كويس سجل حسن هو هيجي وقت مش مش هيعرف يقرأ فبقى يسجل أصفار ويسمعها كست يسجلها ويسمعها علشان يفضل دايماً المشغول بالإنجيل تالت حاجة جميلة انشغاله بالكنيسة حبه للكنيسة كان يفوق الوصف يعني حبه للبنيان بتاع الكنيسة ونمو الكنيسة وتلمزة أجيال في الكنيسة كان عنده وعي للتلمزة يتلمس كويس ومش يعمل استنباط منه أو نمازج منه لا كل واحد ينمو بالمواهب اللي عنده وبالوزنات اللي عنده وبالطريقة المناسبة لي فكان يتلمز على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي وطبعاً كلنا النهار ده ممكن نتلمز لي حتى لو كنا تولدنا في العصور الحالية بعد نياحته احنا نقدر نشرب من روحه ونتلمز لي لما نسمعه ونتعلم منه كان يهتم بعدات خدام ويديهم كتير دراسات في الإنجيل وكان يتلمز في الاعتراف بشكل جميل جداً ويبقى ما يضغطش على حد دايماً كل الناس اللي عاشت معه سنين في الاعتراف كان ينميهم كل واحد بالمستوى بتاعه كل واحد بالمواهب اللي عنده أو الوظيفة المناسبة لي في الجسد لكن كله ممكن هيشتغل مع ربنا ويروح القدس يشتغل فيه وينميه برضو كان يهتم جداً بسلام الكنيسة ودايماً يكرر كلمة مذكورة في التاريخ عن البابا في القناس إنه أكليل السلام أهم من أكليل الشهادة أكليل الشهادة ده هيفيد صحبه بس لكن أكليل إن نحنا ننكر نفسنا علشان سلام الكنيسة نتضع عشان سلام الكنيسة نزرع الكلمة الحلوة والمحبة عشان سلام الكنيسة ده بيفيد الكنيسة كلها فإكليل السلام بتاع الكنيسة الواحد لما يتعب علشان خاطر سلام الكنيسة أهم من إكليل الاستشهاد كمان كان يهتم بوحدانية القلب في الكنيسة إن هو مستعد يتنازل علشان خاطر الكنيسة تبقى قلبه واحد وروحه واحد ففي تنوع في المواهب وفي الوظائف بتاعة الأعضاء لكن إحنا كلنا جسد واحد زي ما قلت برضو ارتباطه بالسنة الليتورجية بالأعياد بالمناسبات بالأصوام ما يعرفش يخرج برا الحاجات يعني حاسس إن الكنيسة دلوقتي إحنا مثلا في صوم الرسل يبقى هو مشغول بسفر أعمال الرسل ومشغول ببولوس الرسول ومشغول ببطروس الرسول ومشغول بالخدمة وموسم الصيد وهكذا هو يكون في موسم مثلا حلود روح القدس ما يعرفش يتكلم عن حاجة تانية فهو تلاقيه عايش المناخ بتاع السنة الليتورجية وبيكرز بيه باستمرار طبعا برضو القدسين وأعيادهم مش ممكن يتفوتوا كان هو أول واحد يروح عند ستة ديميانا في عيدها ويعمل صهرة صالة للصبح وقداس والأنباب شوي في عيده ويعمل صهرة صالة للصبح وقداس والأماكن دي ما كانش كتير ناس تروح الأديورة كانت ما فيش سكك سهلة للوصول لها في ذلك الوقت في الستينات والسبعينات أنا رحت معاه رحلة في اتنين وسبعين أو في واحد وسبعين اتنين وسبعين كان رحنا دير الأنباب شوي وروحنا دير أبو مقار وكان دير أبو مقار ليس ما فتحش كان أبونا متى المسكين راح مع المجموعة بتاعته لكن ليس ما فتحوش طريق من الدير للطريق الصحراوي فكنا رحنا من دير الأنباب شوي عملوا في البداية سكة بالحجارة كده من دير أمباب شوي لدير أبو مقار جوه الصحرا وروحنا بالطريقة دي وكان لسه دير أبو مقار يعني صغير والكنيسة كانت لسه صغيرة لكن هو كان ياخد كنا أوتوبيسين ياخد مجموعات من الناس ويطلع بيهم رحلات ويتكلم معاهم كلام روحي عن القديسين ويصهر في أعياد القديسين سهرات روحية كلها خشوع وطوبة وصلاة ويرجع منها مليان قوة وحسس أن القديسين دول هم السند بتاعه وهم العيلة الجميلة اللي احنا كلنا بنفتخر بيها وعلى رأسهم أم النور الست العذرة برضو كان يشجع كل واحد في الكنيسة أنه يبقى له دور في الكنيسة ويتربط بالكنيسة ومش يربطهم بشخصه لا يربطهم بالكنيسة وبأعيادها وبقديسيها وبمناسبتها آخر حاجة أتكلم فيها أنا أتكلمت عن الخشوع في الصلاة وحبه للإنجيل وانشغاله بالكنيسة أبوته أبوته كان أب واخد الأبوة دي من شابعه بأبوة الله الآب فرحه بأبوة الله الآب لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس فهو كان شبعان بالحب ده شبعان بأحضان الآب وقبلاته فكان ينقل دايما روح الأبوة دي للآخرين ويحسوا به قد إيه حضنه كبير قد إيه مشجع قد إيه صبور قد إيه محتمل يهتم اهتمام شخصي بكل نفس مهما كان كبير أو صغير غريب أو قريب فقير أو غني وكان عنده دايما الروح الإيجابية القب اللي بيحب أولاده وشايفهم أحسن ناس شايفهم إيه الجمال ده إيه الرئة دي إيه الشغل الرائع ده أنا فاكر لما بدأت مجالة صوت الرائع سنة 75 وجابوله أول عدد يا عدد بسيط كانت نشر صفحة وما يعني مش بالألوان ولا حاجة ولزقين عليه صورة كده من بره يعني عشان تلونه بقى فرحان فرح وكتب طبعا الافتتاحية كانت هي أجمل حاجة في المجل اللي هو كان يكتبه يكتب قصة وتأمل لطيف وحاجة جميلة مناسبة للكبير والصغير فأخد النسخة كده وبقى يقول الله إيه الرئة دي إيه الشطارة دي دايما كان يشجع فعنده روح إيجابية دايما مش بيبص للسلبيات وزي ما قلت إنه كان بينمي كل واحد بشخصيته مايفردش أسلوب معين على الكل ولذلك تلاقي ولاده صحيح شربين روحه اللي فيها الحب واللي فيها البساطة واللي فيها العمق وفيها حب الإنجيل والكنيسة لكن كمان كل واحد مختلف عن التاني حتى الخدام اللي اختارهم يبقوا معاه ما كانش عنده مانع يشتغل مع أي حد أبونا تدرس بمواهب مختلف أبونا لؤى مواهب مختلف أبونا متى موهبة مختلف وهكذا كل واحد بالمواهب بتاعته كان ينمي كل واحد بحسب شخصيته مايفردش أسلوب واحد على الكل كان أبوته فيها احتواء للكل بروح الصلاة بروح الصلاة يعني مش كل الناس يعني أولادنا أحياناً بنلاقيهم يسمعوا كلام وأحياناً لهم شخصيتهم لهم رأي تاني عايزين يجربوا دي عايزين يعملوا دي طيب مش هخصب عليهم ولا هخسرهم لكن هصل لهم بيحكيه لأحد الأباء الرهبان كان في سن صغير وإن دفع في اتجاه معين حيروح دير معين وكان أبونا بشوء الحقيقة مش مرتاح للاتجاه بتاع المكان ده وللقيادة اللي فيه وحاسس أن يعني أي حد هيروح ممكن يتعب جداً ويعاني جداً ويمكن ما يكملش السكة فأبونا بشوء اتفاجئ بالشخص ده رايح له وبيقول له أنا مسافر بكرة الدير الدير ده فحاول يتكلم معاه لقاه خلاص واخد قرار ومصمم مش بيسمع لحد فأبونا قال له طيب تعالى نصلي ووطى راسه الأخ ده وأبونا فضل يصلي له وأبونا كان وقتها في الأواخر وكان مريض بيقول لي يصلالي على راسه يمكن ساعة ساعة يصلي وقال له ربنا معاك ويسندك الأب ده يعني عرف قيمة حب وأبوة أبونا بشوء دي وهي دي يمكن اللي سندته وربنا يسنده ويكمله لكن هو عانى كتير جداً جداً وقال ياريتني كنت سمعت كلام أبونا بشوء لكن ربنا يعني بأبوته كان بيشتغل في أبونا بشوء وأبونا بشوء كان بيكشف دايماً أبوة الله اللي فيها الحب والاحتواء والصلاة الصلاة لكل إنسان ده ابني حتى ولو كان مش هيسمع كلامي لكن ده ابني هيروح فين؟ ده ابني فكان بيهتم بكل الناس وبالذات للضعفاء بالذات للمكسورين أو المهملين وزي ما قلت إن دي كانت خبرته الشخصية مع الله متمتع بأبوته فبينقل الخبرة دي للكل ونحس بيها في كلامه دايماً إزاي هو متمتع بأبوة الآب السماوي وفرحم بيه علشان كده هو كمان بنحس بأبوته وبنشوف فيه حب الله ربنا ينفعنا بصلواته الحديث عن أبونا بشوء يعني لأن عمل الله في حياة أبونا بشوء كبير جداً 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 لا تحده كلمات لكن هو مشرق وعابر للزمان وللمكان في كل مكان هتفضل السيرة العطرة تفوح منها رائحة المسيح الزكية بركة القديس أبونا بشوء كامل تكون معنا ولربنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر